في 20 سبتمبر اللي جاي هيتقدم الرئيس محمود عباسة موازن الى الامم المتحدة بطلب عضوية دولة فلسطين في الامم المتحدة الخيادة الفلسطينية اختارت يوم 20 سبتمبر تزامنا مع تفعيل تولي لبنان لرئاسة مجلس الامن خطوة في غاية الاهمية وان اختلفت عليها الاراء البعض يقول ان التلويح الامريكي باستخدام البيتو قد يحبط الزيارة هيكون لنا كلام كتير في الموضوع مع استاذ ابراهيم الدراوي مدير مركز الدراسات الفلسطينية بالقاهرة صباح الخير استاذ ابراهيم صباح الخير ايه فايدة ان الفلسطينيين يروحوا للامم المتحدة ويقولوا ان احنا عايزين نبقى مشتركين في اعتراف الامم المتحدة بنا يعني خلينا نقول ان ده البداية السياسية التي يريدها الرئيس محمود عباس لان يثبت للعالم انه يعني مستمر في المفاوضات وانه يستمر في السلام ولكن ما ترفضه اسرائيل هو الذي بالفعل لا تريده اسرائيل من السلام من الرئيس محمود عباس فرئيس محمود عباس يريد ان يظهر للعالم انه مع المفاوضات لان الرئيس محمود عباس برنامجه الحقيقي هو المفاوضات ثم المفاوضات ثم المفاوضات كما تحدث الرئيس محمود عباس لكن استسمحي لأستاذ ابراهيم في حاجة حضرك قلت المفاوضات المفاوضات دلوقتي هو تقدم طلب العضوية كان رد الرئيس اوباما عليه انه لا احنا مش موافقين نرجع لطورة المفاوضات يبقى ما فيش مفاوضات لا هو الرئيس محمود عباس قال ان احنا عدنا 18 سنة وفشلت المفاوضات فشل ان زريعا تحدث عن فشل المفاوضات اكثر من مرة كان رئيس محمود عباس فعندما يذهب للامر المتحدة ويذهب باعتراف هو يريد ان يقدم صفعة لاسرائيل لدى مجلس الامن ولدى المجتمع الدول هذه واحدة لان العالم الان يكيل بمكالين خاصة الامريكان والاسرائيليين تجاه الفلسطينيين نجد ان الكيل بمكالين لكن الخطورة هنا هي خطورة الانشقاق الداخلي على الذهاب لمجلس الامن وعدم الذهاب لمجلس الامن من فصائل المقاومة الفلسطينية لا تريد الذهاب لمجلس الامن بهذه الصيغة وبهذه الطريقة لان لديها تحفظات على ما تذهب اليه مجلس الامن خاصة أننا نرى برنامج الرئيس محمود عباس برنامج تفاوضي للسلام وهو يسعى لاستعادة السلام مرة أخرى بالخطوة التي يريد أن يذهب بها لمجلس الأمن بدون قطع كلامك معلش أنا آسف نتجع تاني يعني قبل ما نخش على انقسام فايدة للفلسطينيين لما الأمم المتحدة تقول أنتوا بقيتوا عضو يعني هي فايدة كبيرة لو الأمم المتحدة تحدثت عن أن الدولة الفلسطينية هو اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية إذا اعترفت وإذا أخذت الدولة الفلسطينية مستقرها بالفعل أنها عضو في مجلس الأمن أو في الأمم المتحدة ليه لأنه هو ينطبق عليها قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة كما أن إسرائيل الآن ينطبق عليها القرارات بلد الأمم المتحدة من حماية دعني أتحدث من حماية على الأفراد وعلى الشعب وعلى بعض البرامج التي تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين أنفسهم فمن هنا لا تريد إسرائيل أن يذهب الفلسطينيين لمجلس الأمن ولا تريد أمريكا أن تدعم الفلسطينيين في مجلس الأمن ولذلك ستستخدم حق الفيتو لعدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية هل بناء على إيه حنقول أنه خلاص إحنا كأمم المتحدة اتفقنا ووفقنا أنه نعترف بأن فلسطين عضو عندنا يعني هو هناك بالفعل نحن نتحدث عن تراكمات سابقة يجب أن لا نغفل دور الرئيس أبو عمار رحمة الله عليه عندما تحدث مع 89 دولة قبل وفاة الاعتراف بالدولة الفلسطينية وبالفعل اعترفت ولدينا سفرات في معظم أنحاء العالم اعترفت بالدولة الفلسطينية كدولة فلسطينية لكن ينقص الخطوات القانونية التي يسعى إليها الرئيس محمود عباس في موضوع استخدام حقه الطبيعي والشرعي في الاعتراف بالدولة الفلسطينية عند الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ولكن أمريكا وإسرائيل سيستخدمونها حق البيت طيب السيد إبراهيم هو طبعا مفهوم أن طلب العضوية سوف يعني يحقق سيادة الدولة الفلسطينية على كامل أراضيها ويبقى هنا في تعامل مختلف والاعتراف بها كدولة لكن هو يمكن كان سؤال أشرف أنا عايزة أوضحه شوية أكتر إيه هي الشروط للموضوع لطلب العضوية اللي اعترضت بها عليها الفصائل الفلسطينية واللي ما سندتش السيد عباسة أبو مازل فطلبه واللي عامل انشقاق يعني هو بالفعل هو موضوع حدود الدولة هل هي حدود 67 أم الضفة وغزة فقط لأن الاعتراف الحالي بالدولة الفلسطينية يجعل 20% فقط هو المعترف بها كدولة فلسطينية أولا منزوعة السلاح منزوعة السيادة كما هي الآن هو ده اعتراض الفصائل الفلسطينية وفصائل المقاومة الفلسطينية الأمر الآخر هو عدم حق العودة للشعب الفلسطيني واللاجئين الفلسطينيين في أشتات ستتحول إلى جاليات فلسطينية في أشتات يعودوا إلى حيزة 20% من الضفة الغربية وقطاع غزة وهذا هو الاختلاف الوحيد بين فصائل المقاومة بين الرئيس محمود عباس ومن هنا اختلف البرنامجين البرنامج المقاوم والبرنامج السياسي والتسويق اللاجئين المعدادهم حوالي 8 مليون حوالي ما يقرب من 7 مليون وشوية فبالتالي أنت لما تجيبهم في 20% من الأرض الفلسطينية هذه واحدة الأمر الآخر لن تعترف بالقدس عاصمة للفلسطين ولكن ستكون الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل لأنك أنت قريدي شغال على الضفة الغربية وقطاع غزة وفقط والرئيس محمود عباس لا يتحرك من الضفة الغربية بسيادة كاملة لأنه عندما يريد أن يعبر الحواجز لابد أن يكون الحاكم العسكري الإسرائيلي يعطيه تفويض بأن الحرس والحرسات تعدي مع الرئيس محمود عباس فهنا الإشكالية التي جعلت الانشقاق كبير في الداخل الفلسطيني لكن الأزمة الكبيرة بالفعل وهي المصالحة الفلسطينية التي كانت من الممكن أن تجعل الرئيس محمود عباس يقوى بموضوع المصالحة الفلسطينية وهنا لها سببين سبب الأول أن الرئيس محمود عباس لا يريد أن يذهب للأمم المتحدة ومعه فتح وحماس والجهاد الإسلامي وبعض فصائل المقاومة المتهمة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن بأنهم إرهابيون ويقتلون الإسرائيليين وده يفسر معارض الحماس بالفعل هو أيضا لابد أن نعترف أن الرئيس محمود عباس كان لابد أن يأخذ برنامج المقاومة في الحسبان لأن المقاومة هي على الأرض التي ستدفع بالرئيس محمود عباس باعتراف أمريكا لأن أمريكا في هذه الحالة لن تستطيع أن تمارس بوجهين أو بشكلين لأنها الآن تقول الرئيس محمود عباس لا يمثل إلا فتح وإلا السلطة الفلسطينية ولا يمثل جميع الفصائل الفلسطينية فمن حق أمريكا أن تلتزم بحق الفيتو لأن هناك فلسطينيين لم يصطفوا خلف الرئيس محمود عباس ومن هنا أعتقد أن الظروف عند الرئيس محمود عباس الرؤية غائبة وغير واضحة وهناك من المحللين ومن السياسيين الفلسطينيين يقولون أن الرئيس محمود عباس يريد أن يحدث شو إعلام لنفسه خاصة في ظل الثورات العربية التي نزلت أسهم الرئيس محمود عباس بعد سقوط مبارك وبعد سقوط بن علي وأيضا السورات في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا كم دولة لحد دلوقتي اعترفت بدولة فلسطين مية وستاشر دولة من؟ من تسعة وتمانين دول طبعا لا مجلس الأمن أكتر من مية وتسعة وتمانين دولة لكن أنت بتكلم على الاعتراف السابق بالدول أنت النهاردة كمان هي ملحوظة هنا أن أنت لما تعترف بأنك دولة فلسطينية ده خلاص لو يحق الفيتو لن يستخدم لكن لو استخدم حق الفيتو من حق الدول التي فتحت لك سفارات أن تغفل هذه السفارات بأن مجلس الأمن غير موافق وبالتالي ستكون في مأزق حقيقي للرئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية من إغلاق بعض السفارات خاصة في الدول التابعة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ليه دلوقتي؟ ليه دلوقتي قرار أنه يروح الأمم المتحدة ويطلب هذا القرار؟ هل عشان لبنان هتبقى مسكة مجلس الأمن؟ لا هو ما كانش مخطط لها أن يكون لبنان مسكة مجلس الأمن وتسيطر على مجلس الأمن ليه قبل كده ما رحش؟ هو ليه قبل كده ما رحش لأن الظروف كانت غير مهيئة هو ارتقى الرئيس محمود عباس وهذه خطوة فرادية يحسبها الفصائل الفلسطينية بما فيها الشعبية بما فيها الجهاد بما فيها حماس بما فيها بعض الأحرار الفصائل الفلسطينيين مجموعة من الفصائل الفلسطينية لا تقل عن حوالي ستة أو سبع فصائل فلسطينية ترفض رئيس محمود عباس يذهب منفردا وهنا منفردا من قسين للأمم المتحدة يعني لا بد أن يشاور كما كان يشاور الرئيس أبو عمار رحمة الله عليه الفصائل الفلسطينية ثم يذهب ولذلك احنا ارتقينا التعامل الإسرائيلي مع أبو عمار يختلف تماما